السلام عليكم نحن وبيئتنا يتزايد في الوقت الحاضر اهتمام العالم بالدور الذي تمثله البيئة في حياة الأمم والشعوب بعد أن شعر العالم وما زال بمخاطر البيئة وبتدخلات الإنسان الضارة في كل جوانب هذه البيئة خاصة استغلاله المفرطة والعشوائية لموارد الأرض لدوافع تجارية واقتصادية وتصاعد حدة النزاعات واحتمالات نشوب الحروب باستخدام الأسلحة الفتاكة وقد كان الإيكولوجيون أول من دق جرس الإنذار نتيجة التعامل السلبي مع البيئة وهكذا ظهرت الحاجة إلى التربية البيئية بعد مؤتمرات الأمم المتحدة في السبعينيات من القرن العشرين فمن مؤتمر البيئة البشرية في ستوكهولم بالسويد عام 1972 انبثق تأسيس وكالة متخصصة لشؤون البيئة سمية برنامج الأمم المتحدة للبيئة التي أصبحت لها فروع مختلفة في العالم جعلت التربية البيئية محور عنايتها ومركز نشاطاتها تلبية للمطالب الدولية الداعية لتكتيف الجهود محلياً وإقليمياً ودولياً من أجل المحافظة على البيئة وتنميتها ومكافحة كل أشكال الاستغلال البشع وغير الرشيد لموارد الأرض الطبيعية ووقف إساءة الإنسان لتوازن البيئة الطبيعية ومن أجل بناء السلوك الإيجابي لتعامل الأفراد والمؤسسات والحكومات مع مكونات البيئة الحية وغير الحية وفهم التأثيرات المتبادلة بين هذه المكونات وإنعكاساتها على حياة الناس وأكدت الأمم المتحدة أيضاً على أهمية التعاون الدولي لمعالجة المشكلات البيئية كالتزايد السكان وأزمة الغداء ومشاكل التلوث والتصحر وغيرها وعلى الرغم من أن التربية البيئية تؤكد على أهمية ترسيخ القيم والأخلاقية البيئية إلا أن واقع حال العالم يجسد سوء علاقة الإنسان ببيئته خاصة معاناة البشر من استنزاف موارد الأرض واختلال اتزان البيئة وانتشار الحروب وقتل الغابات والتسمم بالأمطار الحمضية ودخان العوادم والمواد المشعة والتهديد باستخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والذرية وتأثير ظاهرة الاحتباس الحراري وانتشار الأوبئة والأمراض وإلقاء النفايات الخطيرة في البحار هذه الظواهر وغيرها تعكس سوء سلوك الإنسان تجاه التعامل مع البيئة ومن تم تشكل مأزقا حدا للجنس البشري في محاولة للتخلص من هذا المأزق الحرج باعتبار أن الإنسان صنيع بيئته وصانعها في أن واحد فإن دوره في المحافظة على البيئة لا يكتمل أو يتحقق على النحو الأمثل إلا بتنمية إدراكه وتوجيه سلوكه وإكسابه المفاهيم البيئية التي تعينه في النهاية على صون البيئة وتقدير معطياتها والعمل الدائم على حمايتها من كل ما يحدق بها من مخاطر إن الأزمة الحالية تتركز في الاستغلال المفرط وغير العادل للمواد الخام في غالبيته الدول الصناعية حيث العقلية الصناعية التي أصبحت تتحدى نفسها في كيفية زيادة حجم الإنتاج وتحقيق أكبر عائد اقتصادي دون الأخذ بالاعتبارات البيئية وبالتوازن الطبيعي للبيئة مما يجعل معدلات تدهور الحياة مع الزمن تصل إلى درجات تفوق قدرة البيئة الطبيعية على إعادة الحياة أو إعادة توازنها ويشكل مخاطر كبيرة على حياة الإنسان وحضارته ومع بداية الثورة الصناعية بدأت تحدث تغيرات كبيرة في غلاف الجوي للأرض فقد أنتجت الصناعات زيادة مهولة في مستويات غاز ثناء أكسيد الكاربون الشيء الذي يزيد من سخونة الأرض فيرتفع مستوى سطح البحر ويتقلب المناخ وتضطرب الرياح ويختل توزيع سقوط الأمطار وتفسد التربة وتقل إنتاجية الأرض ويؤدي ذلك أيضا إلى تدمير الغابات وانقراض بعض الكائنات الحية النباتية والحيوانية كما أن تداعيات الانفجار السكاني ومشكلات انبعاث السموم والتلوث الكيميائي والزراعي ونقص المياه العذبة ومشكلات النفايات والقضاء على الشعب المرجانية ومشكلة النفايات النووية والحروب وتخريب طبقة الأوزون واستخدام المبيدات وكذا الاستيطان والتوسعات في المدن والضغط على استغلال الموارد كل ذلك يؤدي إلى التأثير في التنوية البيولوجي وتوزيع الحياة النباتية والحيوانية في البر والبحر ويشكل أخطارا جسيمة على جودة الحياة فهل من منقد؟ هذا النص من كتاب التربية البيئية هو ما قال في الواقع التربية البيئية ومأزق الجنس البشري يعني من عالم الفكر العدد التاريخ المجلد 32 مارس 2014 يعني للدكتور يعقوب أحمد الشرح إذن كان هذا هو النص للذين يطلبون قراءة النص إذن نبقى الآن مع التحضير القبلي للنص عتبط نص عتبط نص ماذا تعني عتبط نص؟ وهي تأثير النص في الواقع عتبط نص هي تأثير نص إذن ملاحظة مؤشرات النص الخارجية إذن صاحب النص هو يعقوب أحمد الشرح وهو الأمين العام المساعد بمركز تدريب العلوم الصحية التابع لجامعة الدول العربية بدولة الكويت إذن مصدر النص النص مقتطف من مجلة عالم الفكر تحت عنوان التربية البيئية ومأزيق الجنس البشري للدكتور يعقوب أحمد الشرح إذن مجال النص إذن هنا التوضيح هنا بالنسبة لمجلة عالم الفكر يعني دولة الكويت تصدر مجموعة من الإصدارات هناك عالم المعرفة إذن سلسلة عالم المعرفة هي سلسلة كتب يعني هي كتب شهري يعني كتاب كامل أما بالنسبة لعالم الفكر فهي مجلة تنشر مقالات مطولة يعني مقالات محكمة مطولة يعني وهذا من بينها هذا مقال يعني المقالات تكون في موضوع واحد مثلا قد يكون عدد فيه مجموعة من المقالات المرتبطة بالبيئة يعني كذلك الشأن بالنسبة لهذا العدد إذن هذا مصدر النص مجال النص المجال النص يندرج ضمن المجال السكاني ويطرح أبعادا ويطرح أبعادا تربوية وتحسيسية إذن هذا مجال النص نوعية النص النص عبارة عن مقالة تفسيرية وصفية تحليلية نقدية ذات بعد سكاني إذن هذه نوعية النص العنوان إذن دراسة العنوان هنا تركيبيا يتكون عنوان النص من ثلاث كلمات تكون فيما بينها مركبا عطفيا تنادى تركيبيا معجميا ينتمي العنوان إلى المجال السكاني دلاليا يدل حرف العطف الواو في العنوان على العلاقة بين جماعة المتكلمين نحن والبيئة وهذه العلاقة قد تكون إيجابية أو سلبية إذن الصورتان المرفقة هناك صورتان مرفقة في النص هاتين الصورتان تجسد الصورتان وجهين من أوجو التعامل السلبي للإنسان مع البيئة فالصورة الأولى توضح الأضرار الناجمة عن حريق الغابات التي يكون الإنسان غالبا سببا في حدوثه وتوضح الصورة الثانية الأطر السلبي لمياه الصرف الصحي على الأنهار والبحار هذا بخصوص الصورتان المرفقة إذلك هناك بداية النص ونهايته عندما نقرأ بداية النص إذن تشير إلى استشعار الإنسان لأهمية البيئة ووعيه بآثارها بآثاره السلبية عليه إذن هذه بداية النص نهاية النص ينتهي النص بطرح سؤال إذن كما لاحظتم هناك سؤال هناك سؤال يمكن اعتباره سؤال تشأمي فهل من منقد إذن هذا سؤال إذن مما يدل على خطورة الوضع يدل أن الوضع فعلا خطير وخطورة الوضع المرتبط بالبيئة التي لم يعد أمرها متعلقا بمجرد مشكلة قابلة للحل وإنما بمعضلة تستعصي على العلاج لذلك وجب الحذر وبذل الجهد في سبيل إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فواتي الأوان هذا بالنسبة لنهاية النص تانيا بناء فرضية القراءة إذن بناء على مؤشرات العنوان وبداية النص ونهايته نفترض أن النص سيتناول موضوع أوجه التعامل السلبي للإنسان مع بيئته إذن هذه فرضية القراءة تانيا القراءة التوجهية أولا الإضاحة اللغوية يعني الكلمات التي قد تكون قد صعوبت عليكم إذن كلمة التصحر ماذا تعني كلمة التصحر التصحر هو تظهر خصوبة الأرض الزراعية أو المراعي وتحويلها إلى أراضي صحراوية أو شبه صحراوية لأسباب طبيعية أو بشرية إذن هذا هو التصحر كذلك الإيكولوجيون من هم الإيكولوجيون؟ هم علماء مختصون بدراسة البيئة كذلك التربية البيئية التربية البيئية هي التربية المهتمة بكل ما له علاقة بالبيئة هذه هي التربية البيئة ويعني قد تلقيتم دروسا مرتبطة بالتربية البيئة التربية البيئية تلقيتمها في إطار التربية على المواطنة لأن التربية على البيئة هي من التربية على المواطنة هي تنتمي إلى التربية على المواطنة كذلك إن بثق إنبثق أي صدر ونتج صدر ونتج ثم كذلك لدينا استنزاف استنزاف يعني إضعاف استنزاف الشيء يعني إهلاكه إلى أن يضعف يعني استغلاله إلى أن يضعف هذا هو الاستنزاف الاستغلال كذلك الأمطار الحمضية هي أمطار محملة بمواد سامة هي أمطار خطيرة طبعا تعلمون المطار ماذا ينزل في المطار ينزل الماء لكن هناك بعض المناطق الصناعية التي تكون فيها معامل هذه المعامل يعني تبت أدخنة معينة يعني كذلك المدن الكبيرة التي فيها سيارات كثيرة وبتالي أدخنة السيارات إذن هذه الأدخنة هي ترتفع في الغلاف الجوي ثم تأتي الأمطار تصب الأمطار وتنزل تلك الأبخرة والأدخنة التي تكون في المصانع وفي السيارات إذن هذه الأمطار تكون أمطارا حمضية وهي أمطار خطيرة جدا إذا سقطت على الناس وإذا سقطت على النبات وحتى على السيارات عندما تسقط على السيارات فإنها تضيب الحديد يعني يأتي الأمطار حمضية خطيرة كذلك مهولة مفزعة ومخيفة يعني الهول يعني الخوف والفزع الشديد والهول كذلك التدعيات التدعيات هي الآثار المترتبة هذه هي التدعيات تانيا الفكرة المحورية للنص ما هي الفكرة المحورية للنص إذن الفكرة المحورية للنص هي إبراز مظاهر التعامل السربي للإنسان مع بيئته والتحسيس بمخاطر ذلك هذه هي الفكرة الأساسية تالتا التحليل تالتا كبيرة القراءة التحليلية للنص إذن ما هي الأفكار الأساسية للنص أولاً استشعار الإنسان لأهمية البيئة ووعيه بآثاره السلبية عليها تانياً جهود الإنسان في إطار هيئة الأمم المتحدة للحفاظ على بيئته تانياً تالتاً رغم كل الجهود السابقة إلا أن الواقع يثبت سوء تعامل الإنسان مع بيئته رابعاً التنبيه إلى الآثار الوخيمة المترتبة عن الثورة الصناعية التي أحدثت خللاً في التوازن الطبيعي للبيئة تانياً الحقول الدلالية إذن هناك ألفاظ دالة على مظاهر التلوث وهناك ألفاظ دالة على الآثار ناجم عنها إذن بالنسبة للألفاظ دالة على الآثار التلوث نجد التسمم بالأمطار الحمدية إلقاء النفايات الخطيرة في البحار التلوث الكيميائي والزراعي النفايات النووية استخدام المبيدات وما إلى ذلك وبالنسبة للألفاظ دالة على الآثار الناجمة عنها نجد الاحتباس الحراري انتشار الأوباء أو الأمراض تغيرات في الغلاف الجوي للأرض زيادة مهولة في مستويات غاز ثاني أكسيد الكربون وسخونة الأرض يرتفع مستوى سطح البحر يتقلب المناخ وما إلى ذلك ثالثا ملامح التربية البيئية كما وردت في النص إذن الأهداف محكافة كل أشكال الاستغلال البشع لموارد الأرض وقف إساءة الإنسان لتوازن البيئة الطبيعية بناء سلوك إيجابي لتعامل الأفراد والمؤسسات والحكومات مع مكونات البيئة ثم الغاية من كل ذلك هو المحافظة على البيئة وتنميتها بشكل مستدام إذن رابعا كبيرا التركيب والتقويم إذن أولا التركيب إذن بدأ الإنسان في عصرنا الراهن يستشعر الخطر المحذقة ببيئته وبدأ يعي مسؤوليته فيما وصلت إليه البيئة من تدهور وللتخفيف من حجم الأضرار وحدتها عمل جاهدا في إطار هيئة الأمم المتحدة من أجل وضع برنامج للتربية البيئية للسكان في مختلف أنحاء العالم ورغم هذه الجهود لم يتمكن من إيجاد حلول ناجعة وفعالة لتحسين تعامل الإنسان مع بيئته فوقع الحال يثبت العكس تماما إذ ما زال الإنسان يلحق أضرارا كبيرة ببيئته تتمثل في تلويثها واستنزاف مواردها وكان من نتائج ذلك أن ظهرت مشاكل بيئية عديدة لم يعهد الإنسان من قبل لذلك يبقى السؤال المطروح هل من منقد لبيئتنا؟ سؤال انطلق من خاتمة هذا التركيب وأوجب عن السؤال المطروح فيها مقترح بعض الحلول التي تراها ناجعة وكفيلة بالقضاء على مشكلة الإنسان إذن هذا السؤال المطروح في الأخير هل من منقد لبيئتنا؟ هو سؤال انطلق من خاتمة هذا التركيب وأوجب عن السؤال المطروح فيها إذن مقترحا إذن حاول أن تجيب عن هذا السؤال مقترحا بعض الحلول التي تراها ناجعة وكفيلة بالقضاء على مشكلة الإنسان مع بيئته إذن هذا أخيرا التقويم يتضمن النص قيمة سكانية وأخرى تحسيسية إذن القيمة السكانية تتجلى في وصف واقع البيئة الإنسانية والمخاطر المحدقة بها وآثار هذه المخاطر على الإنسان وحياته على كوكب الأرض قيمة تحسيسية توعوية تتجلى في تحسيس الكاتب بمشاكل البيئة ودعوة الإنسان إلى التعجيل بإيجاد حلول لها قبل فواتي الأوان إذن هذا في إطار التقويم إذن كان هذا هو التحذير القبلي لنص نحن وبيئتنا أشكركم على حسن تتبعكم أتمنى أن يكون هذا التحذير مفيدا لكم ونلتقي في تحذير آخر